اشتركوا في القناة كل فرد كيميائي فقد إلكترون أو أكثر نقول بأنه تأكساد إذن أي فرد أو أي جسم كيميائي يقوم بعملية فقد الإلكترونات نسميه بأنه تأكساد وممكن نأخذ مثال لهذا الكلام فنلاحظ مثلا شاردة الحديد الثنائي F-E زائد 2 تتحول إلى شاردة حديد ثلاثي F-E زائد 3 زائد إلكترون إذن هذا الإلكترون لموازنة المعادلة إذن نلاحظ هنا في هذا التفاعل بأن شاردة الحديد الثنائي فقدت إلكترون إذن نقول بأن هذا التفاعل هو تفاعل أكساد إذن هنا تفاعل أكساد على كل لا يمكن أن نكتب هنا فوق السهم يعني شيء إجباري ولكن يصح لي فقط كتابة نوع التفاعل ممكن نكتب هنا تفاعل أكساد ولكن ليهم هنا أو هنا أما تفاعل إرجاع فهو عكس ذلك مباشرة يعني كل جسم كيميائي أو كل فرد كيميائي يكتسب إلكترون كل جسم أو أكثر نقول بأنه أرجع إذن ملخص لهذا الكلام أما الإرجاع فهو عكس ذلك أي الفرد الكيميائي الذي يكتسب إلكترون أو أكثر نقول بأنه أرجع مثالا لكلام هذا هو ما يلي غاز الكلور سيئال 2 يكتسب إلكترونين ويتحول إلى شاردتين سيئال ناقص يعني 2 سيئال ناقص كيف تحصلت على هذا نلاحظ بأن غاز الكلور هو عبارة عن ذرتين من الكلور إذن سيئال وسيئال وبما أنه غاز يمكننا كتابته على شكل ثنائيات ذرية إذن فكل ذرة من هذه تكتسب إلكترون ولهذا كتبت هنا إلكترونين إذن سيئال 2 زي 2 سيئال يقص يعطيني 2 سيئال ناقص إذن ماذا تلاحظ أخي الطالب بأن ذرتي الكلور هنا اكتسبت إلكترونين وتحولت إلى شاردتي الكلور سيئال ناقص ولهذا نقول هذا التفاعل بأنه تفاعل إرجع إذن تفاعل إرجع طبعا هناك مفهوم واسع لتفاعلات الأكسادة والإرجع ولا نقتصر فقط على هذين المثالين ولكن هناك عدة أمثلة عديدة ومتعددة فمثلا على سبيل المثال ذرة الصوديوم عندما تفقد إلكترون تتحول إلى شاردة صوديوم أن أزائد وهذا عبارة عن تفاعل أكسادة كذلك هناك عدة عناصر كيميائية أخرى ممكن تكتسب إلكترونات ونسمي هذا التفاعل بتفاعل أرجع لكي نأخذ هذه التفاعلات بشكل أعام نأخذ هذا المثال التطبيقي مباشرة إذن هناك مثال تطبيقي مباشرة تمرين رقم واحد أكتب المعادلتين النصفيتين لتفاعل الحديد مع حمض الكابريتيك أعيد أكتب المعادلتين النصفيتين لتفاعل الحديد مع حمض الكابريتيك علما بأن في هذا التفاعل الحديد يتحول إلى حديد ثنائي يعني F-E تصبح F-E زائد 2 أعتقد أن التمرين واضح ولهذا نكتب الحل إذن الحل طبعا كتابة المعادلتين النصفيتين نلاحظ دائما المواد المتفاعلة فهنا الحديد أولا إذن F-E ذرة الحديد هذه نلاحظها تحولت إلى F-E زائد 2 يعني فقدت إذن هذا الأول هو تفاعل أكسدا إذن تفقد إلكترونين يعني 2 إلكترون وتتحول إلى F-E زائد 2 إذن نسمي هذا المعادلة بالمعادلة رقم 1 إذن هذه معادلة رقم 1 ثانيا نلاحظ أن حمز كابريتيك هو عبارة عن شريدة الكابريتات S-O4-2 و S-O3 زائد 1 إذن نكتب هنا H3O زائد هذه شريدة الهيدرونيوم تكتسب هذين الإلكترونين ولهذا يجب أن نوزي المعادلة طبعا بضرب 2 H3O زائد فتتحول إلى جزئتين ما 2 H2O زائد غاز الهيدروجين زائد H2O طبعا كغاز إذن هذه معادلة رقم 2 إذن نلاحظ أن المعادلة متزنة من تلقاء نفسها فاثنين O هنا ثنين O كين ثلاثة ثنين في ثلاثة ستة عشر ثنين في ثنين أربعة وثنين ستة عشر الآن نجمع هاتين المعادلتين إذن نكتب بالجمع واحد واثنين نجمع المعادلتين واحد واثنين نحصل على المعادلة الأيونية الكاملة لهذا التفاعل إذن نحصل على المعادلة الأيونية الكاملة لهذا التفاعل إذن لاحظ نجمع المعادلتين طرفا لطرف آخر يعني هذا الطرف مع هذا الطرف إذن نكتب هنا F-E اللي هو هذا زائد ثنين H-3 O زائد نختصر الآن إلكترونين ثنين إلكترون هنا وثنين إلكترون هنا فيمكننا اختصارهم ولهذا نضع علامة الاختصار إذن ثم نضع سهم المعادلة إذن الطرف الثاني هو F-E زائد ثنين زائد ثنين أش ثنين أو زائد ثنين أش ثنين أو زائد أش ثنين زائد أش ثنين طبعا كغاز إخواني طلبات تلاحظوا بأن في التمرين قلت حمز الكبريتيك لكن في هذه المعادلة لم نلاحظ شاردة الكبريتات أليس كذلك؟ إذن لم نلاحظ شاردة الكبريتات ولهذا يمكنني إضافة شاردة الكبريتات لطرفي المعادلة ولهذا لم يحدث أي شيء من ناحية التغيير لأنني أضيف شاردة كبريتات هنا وشاردة كبريتات هنا إذن فيصبح التفاعل كميالي ف أ زائد نكتب هذا ثنين عشر ثلاثة أو زائد زائد شاردة كبريتات وهي أس أو أربعة ناقص ثنين سهم المعادلة كذلك نضيف كذلك شاردة كبريتات هذه أس أو أربعة ناقص ثنين إلى الطرف الثاني من معادلة فتصبح أف أ زائد ثنين زائد أس أو أربعة ناقص ثنين زائد أش ثنين أو زائدا أش ثنين أو زائدا أش ثنين إذن تلاحظ بأن هذا الجزء هذا الجزء هو عبارة عن حمضة الكبريتيك وهذا الجزء هو كبريتات إذن كبريتات الحديد الثنائي كبريتات الحديد الثنائي وهذا ما هو هيدروجي إذن هذه المعادلة تسمى بالمعادلة الأيونية الكاملة إذن هذه هي المعادلة الأيونية الكاملة لهذا التفاعل بالتفصيل فإخواني الطلبة هناك تمرين ثاني وهو نصه كما يلي إليكم نص التمرين الثاني وجدنا أنه لزم حجما قدره 5.4 سنتيمتر مكعب من محلول 0.02 نظامي من برمنغانات البوتاسيوم لرمزها KMNO4 لمعايرة 10 سنتيمتر مكعب من محلول شوارد الحديدي أي الحديد الثنائي يقول تمرين أكتب المعادلة الشاردية الكاملة مرورا بالمعادلات النصفية للأكسادة والإرجاع با أحسب تركيز محلول شوارد الحديدي بالمول على الليتر إذن الحل لاحظ عزيزي الطالب يقول أنه وجدنا أنه لزم حجما قدره 5.4 سنتيمتر مكعب من محلول 0.02 نظامي من KMNO4 إذن هناك KMNO4 هي التي ستتفاعل مع شوارد الحديدي مع شوارد الحديدي إذن فنكتب الصيغة الشاردية لKMNO4 بالكيفية التالية إذن تكون على هيئة MNO4 وهذه ستتحول إلى شاردة المنغنيز هي MN2Z نبقى الآن مع هذه المعادلة نلاحظ في البداية أن المتفاعلات وهو هذا الجزء وهنا النواتج إذن من ناحية حفظ الكتلة أو قانون حفظ الكتلة لدينا هنا أكسجين وهنا الأكسجين غير موجود أما المنغنيز موجود هنا وموجود هنا إذن نعادل هذه المعادلة بكيفية التالية نضيف الأكسجين على هيئة جزيئات الماء إذن لدينا أربعة ذرات أكسجين وتقابلها أربعة جزيئات ماء لماذا؟ لأن كل جزيئة من جزيئة الماء تحتوي على ذرة أكسجين واحدة ثم بإضافة أربعة جزيئات ماء في الطرف الثاني يكون الهيدروجين مفقود بالنسبة للطرف الأول إذن الهيدروجين يضع في معادلات الأكسجين والإرجاء على هيئة شوارد الهيدروجين أي على هيئة ثمانية عش زائد لماذا؟ لأن هنا لدينا أربعة أشتنين أو إذن معناه أربع ذرات أو أربع عفوا ثمانية ذرات هيدروجين إذن نضيف هنا ثمانية شوارد هيدروجين إذن بهذه الكيفية تكون المعادلة قد طبعا فهي متوازنة من ناحية ماذا؟ بالطبع من ناحية العناصر الآن نراقب هذه المعادلة ونشوف إذا كان هي موزونة من ناحية الشحنة أم لا إذن هنا لدينا ثمانية شوارد مجابة وواحدة سالبة إذن المجموعة الجبري فهو سبعة مجابة أما في الطرف الثاني فلدينا فقط ثنين مجابة إذن لتوازن فيجب أن نضيف إلى هذا الطرف خمسة إلكترون إذن فخمسة إلكترون مع سبعة شحنة مجابة فالمجموعة الجبري سيكون زائد ثنين وفي الطرف الثاني زائد ثنين إذن بهذه الطريقة نكون قد وزنا المعادلة النصفية الأولى ننتقل الآن إلى الجزء الثاني وهو تحول شوارد الحديد أو الحديد الثنائي إذن فالحديد الثنائي يكون بهذه الكيفية فإثنين زائد يتحول إلى حديد ثلث بهذه الكيفية إذن من ناحية الكتلة أو من ناحية الذرات لدينا هنا حديد وهنا حديد أما من ناحية الشحنة فهنا لدينا زائد ثلاثة أما في الطرف الأول فزائد ثنين إذن فيجب أن نضيف إلكترون في هذا الطرف إذن هاتين المعادلتين للأكسادة أو معادلتين النصفيتين للأكسادة والإرجاء الآن نجمع هاتين المعادلتين للحصول على المعادلة الشاردية الكاملة وقبل أن نجمع يجب أن نختصر الإلكترونات سواء من المعادلة الأولى أو من المعادلة الثانية كيف يتم ذلك؟ بالطبع يتم ذلك بضرب معامل إلكترونات أو ضرب عفوا ضرب المعادلة الثانية في معامل إلكترونات المعادلة الأولى وضرب المعادلة الأولى في معامل إلكترونات المعادلة الثانية إذن بهذه الصورة نضرب المعادلة الأولى في معامل إلكترونات المعادلة الثانية اللي هو واحد أما المعادلة الثانية فنضربها في معامل إلكترونات المعادلة الأولى اللي هو خمسة ونجمع الطرف الأول مع الطرف الأول ثم الطرف الأيسر مع الطرف الأيسر إذن فنحصل على ثمانية عشر زائد زائد MN و أربعة نقص إذن زائد خمسة F2 زائد إذن إجمعنا الطرف الأول الآن ننتقل إلى الطرف الثاني لدينا MN2 زائد زائد أربعة أشتنين و زائد إذن هنا منظروف في خمسة إذن فخمسة F3 زائد إذن نلاحظ في المعادلة النهائية أو الشريدية الكاملة طبعا عدم وجود الإلكترونات بالطبع لأننا اختصرناها مع الجب إذن بهذه الكيفية نكون قد أجبنا على السؤال ألف وهو كتابة المعادلة الشريدية الكاملة مرورا بالمعادلتين النصفية ننتقل الآن إلى السؤال الثاني وهو يقول أحسب تركيز أحسب تركيز محلول شوارد الحديدي بالمول على لتر نرجع إلى التمرين إذن يقول وجدنا أنه لزم حجما قدره إذن وجدنا أنه لزم حجما قدره 5.4 سنتيمتر مكامل محلول 0.02 نظامي للمعايير إذن للمعايير إذن نفهم من هذا أنه عند إضافة محلول كام أن أربعة إلى محلول الشوارد الحديدي وصلنا بالتفاعل إلى نقطة وهي عبارة عن نقطة التكافر يكون فيه عدد مكافئات المتفاعلين متساوي متساوي إذن فتطبيقاً لهذه العلاقة التي تنص على أنه عدد مكافئات المفاعل الأول إذن نون واحد في حا واحد يساوي إلى عدد مكافئات المفاعل الثاني إذن نون 2 في حا 2 حيث قلت الجداء هذا نون 1 في حا واحد وهي عبارة عن عدد المكافئات ونون 2 في حا 2 كذلك وهي عبارة عن عدد المكافئات إذن يمكن أن نكتب هنا بين قوسين ونقول هنا للمؤكسد بما أننا نتكلم على الأكسد والإرجاع وهنا للمرجع إذن نتعبر الآن أن نون واحد حا واحد مثلا نون واحد حا واحد هذا يساوي إلى كما قلت نون ثنين في حا ثنين إذن نون واحد حا واحد مثلا ليكون لي مثلا كام أن أو أربع كام أن أو أربع إذن لدينا خمسة فاصل أربعة سنتيمتر مكعب ونظاميته سفر فاصل سفر ثنين إذن فالنظامية هي سفر فاصل سفر ثنين والحجم هو خمسة فاصل أربعة يساوي إلى النظامية المطلوبة وهي نون ثنين مضروف في حا ثنين وقال أننا نعاير عشرة سنتيمتر مكعب من محلول شوارد الحديد إذن فحا ثنين يساوي عشرة إذن العلاقة الرياضية هذه ستعطينا قيمة وثنين وتساوي إلى سفر فاصل سفر ثنين مضروف في خمسة فاصل أربعة على عشرة إذن والقيمة التقريبية ستكون سفر فاصل سفر واحد نظامي إذن لاحظ أخي الطالب هنا وجدنا النظامية لكن السؤال يقول أحسب تركيز محلول شوارد الحديد إذن نحول النظامية هذه إلى سفر فاصل سفر واحد التي طبعا استنتجناها من بطريقة هذه ونحول التركيز من النظامية إلى التركيز بالمول على لتر كما قال إذن لدينا النظامية مضروف في التكافة نظامية في التكافة نحصل على التركيز بالمول على لتر تكافة شوارد الحديد هنا طبعا فهي 2 إذن فنحصل على النظامية 0.02 عفوا 0.01 وجدناها من التمرين مضروف في التكافة 2 إذن فنحصل على التركيز ويكون 0.02 مول على لتر بهذا إخواني الطلبة نأتي على نهاية هذه الدروس وحذر ساعت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر